السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة الكرام سعداء بهذا اللقاء المتجدد ونريد بفضل الله وجوده وكرمه أن نخصصه للحديث عن تكريم المرأة في الإسلام فنحن على هامش اليوم العالمي للمرأة الذي احتثل به المنتظم الدولي في الثامن من مارس في هذا اليوم حتى في مغربنا العزيز اليوم الجمعة هناك خطبة موحدة أصدرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ستكون في سائر مساجد المملكة وهذا إنما للاهتمام بقضية المرأة وتصحيح المفاهيم المرتبطة بها فهناك من يتهم الإسلام أنه كان سببا في تخلف المرأة وفي رجعيتها وفي كل المشاكل المرتبطة بها والحقيقة أن قضية المرأة ضاعت بين الإفراط والتفريط هناك جهات فرطت في قضية المرأة وجهات أخرى أيضا فرطت في الاتجاه الآخر فكان المشكل هو من ناحيتين إفراط وتفريط حديثنا أيها الأحبة الكرام عن كيف كرم الإسلام المرأة وهذا حديث طويل وعريض نختصره في دقائق أولا حينما نقرأ دستور الإسلام وهو القرآن العظيم نجد أول قضية اهتم بها هي قضية الحوار بين الديانات فبعد سورة الفاتحة هناك سورة البقرة سورة البقرة هي حوار مباشر مع اليهود تتكرر فيها يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل حوار مع اليهود والسورة الثانية في ترتيب القرآن العظيم هي سورة آل عمران وهي حوار مباشر مع النصارى مع المسيحيين فيها الحديث عن آل عمران وعن مريم العذراء وعن ولدة السيد مسيح عليه السلام وعن الحواريين فأول قضية اهتم بها الإسلام في ترتيب القرآن هي قضية الحوار بين الديانات وتاني قضية مهمة هي قضية المرأة لذلك جاء في الترتيب سورة النساء مباشرة بعد سورة البقرة وآل عمران سورة النساء ربنا عز وجل جعلها باسم النساء اهتماما بشؤون المرأة وضمنها أحكاما خاصة تتعلق بكل أحوال النساء وهي من السور الطوال وذلك ليعطي المرأة حقوقها ويصونها ويحفظها فما نعلم دينا كرم المرأة ورفع شأنها وأنصفها أكثر من الدين الإسلامي جعل المرأة هي الأم وهي الزوجة وهي البنت وهي الأخت وهي الحفيدة المرأة هي كل شيء هي الأسرة وهي المجتمع ونلاحظ بأن نصوص القرآن العظيم ونصوص الثنة النبوية وكل ما يرتبط بالفقه الإسلامي الذي هو خاص بشؤون المرأة اهتم بها هذا الاهتمام نشئ من قضية تربية الأجيال لأن تربية الأجيال هي مناطب المرأة ولا أحد يستطيع أن يربي الأجيال سوى المرأة إذا رجعنا خطوات إلى الوراء نلاحظ بأن قبل بزوغ فجر الإسلام كان هناك تمييز سيء ضد المرأة كان الجاهليون والعرب القدماء ينظرون إلى المرأة نظرة إشمئزاز وتنقيس وجاء القرآن الكريم ليصحح هذه المفاهيم ويرد الناس إلى طريق الحق وطريق الرشاد فربنا سبحانه وتعالى حينما نقرأ قوله وَإِذَا بُشِّرْ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْتَى ضَلَّ وَجُّهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمُ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَهُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَبُ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ هذه الآية تختزل لنا وضعية اجتماعية مجمئزة كيف كان الناس الأوائل كانوا لا يستبشرون بقدوم المرأة وكل من رزق بأمتة يظل وجه مسود وهو كظيم حزين كئيب ويتورى من القوم يرجع إلى الوراء لأنه لا يشرفه أن يزدان فراشه بأمتة يريد مولودا ذكر ولهذا ربنا عز وجل استنكر عليهم وقد البنات واستنكر عليهم بيع البنات وقال هذا أسوأ الأحكام ألا ساء ما يحكمون الإسلام لما جاء أبطل كل تمييز ضد المرأة كل تمييز يتضمن ظلمها وهدم حقوقها وامتهان كرمتها وذلك كثير جدا ضمن للمرأة كل الحقوق وما أجمل قول أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال والله إنا كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهنما أنزل وقسم لهنما قسم هكذا كان يختزل سيدنا عمر بن الخطاب من الذي وقع في الجاهلية لم تكن للمرأة وضعية محترمة ولم يكن يعدون لها أي عدة حتى أكرم الله سبحانه وتعالى هؤلاء النسوة بالنساء وقسم لهن حقوقهم فتعالوا أيها الأحبة الكرام نرى باختصار شديد أهم الحقوق التي وضعها الدين الإسلامي للمرأة وكرمها وشرفها أول هذه الحقوق نظر إليها نظرة إما أم وإما زوجة وإما أخت وإما بنت وإما حفيدة فصان عرضها وقرر كرامتها وضمن لها كل حقوقها فالمرأة باعتبارها أم نرى بأن الله تعالى سيصدر حكما قضائيا من فوق سبع سماوات للإهتمام بهذه الأم لما قال وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا الوالدين الأم والأب وقال واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا ثم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس ببره هل هي أمي أم أبي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك فالأم لها مقام رفيع هذه الأنثى التي حبلت والتي وضعت والتي أرضعت والتي ربت لها الاحترام ولها التقدير ولها التبجيل حتى جعل الإسلام الجنة تحت أقدام الأمهات وهذا شرف عظيم شرف عظيم والأم في الإرتي تأخذ السدس من الثروة إذا كان هناك ثروة كان هناك زوج وكان هناك أولاد وبنات نبدأ بالأم أولا ونعطيها السدس ثم بعد ذلك نلاحظ الإسلام اهتم بالمرأة كزوجة والتوجيهات بالاهتمام بالزوجات لا تعد لتحصى في دين الإسلام فربنا عز وجل يعتبر بأن المرأة إنما هي خلقت من الزوج وكلهما شيء واحد كيان واحد قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فالعلاقة بين المرأة والرجل هي علاقة متكاملة وربنا جعل السر في ذلك وربط قلبيهما بالمحبة وجعل بينهما الرغبة المتبادلة لماذا؟ ليبث منهما رجالا كثيرا ونساء ليقع هناك النسل وتقع هناك الخلفة وتربي المرأة الأجيال وهذه المرأة إنما خلقها الله تعالى ليس ليعدب الرجل هناك أديان وفلسفات قديمة تقول بأن الله خلق المرأة لتعذب الرجل وأنها السبب في إخراجه من الجنة والإسلام بريء من كل هذا الإسلام يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فالعلاقة بين الزوج والزوجة السكينة وفيها المودة وفيها الرحمة ثم قالوا هن لباس لكم وأنتم لباس لهم فالعلاقة علقت مودة ورحمة والستر وقد أمر ربنا عز وجل الرجال أن يكرروا الدعاء بأن يرزقهم النساء الصالحات في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قيل الحسنة هنا هي المرأة الصالحة وقضية المرأة الزوجة في الغالب هي التي يقع فيها النزاع بسبب الخصام والخلاف المفضي في أحيان معينة إلى الطلاق بهذا نرى بأن الإسلام اهتم كثير بالمرأة الزوجة وأعطاها حقوق وجعل بينها وبين زوجها رباط مقدس حتى إنه في حجة الوداع أوصى النبي الكريم بوصايا كثيرة قبل أن يودع وينتقل إلى الرفيق الأعلى وأهم وصية أوصى بها هي الاهتمام بالنساء فقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروشهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يطأن فرشكم أحدا تكرهونه ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف هذا كلام طويل مقتطف من الخطبة العصماء خطبة حجة الوداع التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في آخر حجة له وأوصى كثيرا بالنساء وأعطاهن حقوق وبين الواجبات لتبقى العلاقة بين الأزواج والزوجات مصولة وتبقى مستمرة ولا نكاد نقع في الخصام أو الخلاف المثبي إلى الطلاق ثم اهتم الإسلام بالمرأة البنت والمرأة الأخت وهذا ما في خلاف لأن الرجل يحب بنته ويميل إلى أخته لأن علاقة عاطفية علاقة مودة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دوما يحط على الاهتمام بالبنات كان يقول لا تؤذو البنات فإنهن المؤنسات الغاليات لا تؤذو البنات فإنهن المؤنسات الغاليات وكان أيضا يوصي بالأخوات إذا كان عندك أخوات فلابد أن تحسن إليهن ولابد أن تكرمهن ولابد أن تسأل عنهن ولابد أن تكون دائما حاضرا في قلوبهن من الأحاديث النبوي الشريفة المبشرة بالخير قال صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات يأويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البثة وكنا له حجابا من النار هذه نعمة عظيمة هذه بشارة من كان عنده ثلاث بنات ثلاث بنات أو ثلاث أخوات قد يموت الوالدان وتبقى الأخوات والمرأة دائما تحتاج إلى الرجل الذي يحميها والذي يكرمها والذي يرفع من مقامها خصوصا إذا وقع لها نزاع مع زوجها فإنها تفر إلى أخيها وتستند إليه فمن كان عنده ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فآوهن وكفهن ورحمهم قال صلى الله عليه وسلم واجبت له الجنة وفي رواية كنا له حجابا من النار فقام رجل من بعض القوم وقال يا رسول الله وإثنتان قال وإثنتان ثم قام أحد من الخلف وقال يا رسول الله وواحدة قال وواحدة لو كان عندك بنت واحدة أو أخت واحدة وأكرمتها واهتممت بها واعتنيت بها وجابت لك الجنة وكانت لك حجابا من النار انظروا أيها الأحبة الكرام إلى هذا الفضل العظيم نحن كل المؤمنين يسعون إلى الجنة ويخافون من النار ويقيمون أعمال كثيرة من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد كل هذا رغبة فيما عند الله من الجنة وخوفا من عذاب النار مجرد أن تكون لك أخت واحدة أو بنت واحدة وتؤويها وتكفيها وترحمها وجبت لك الجنة وكدت لك حجاب من النار وكلما زاد العدد اثنتان أو ثلاثة أو أربعة أو خمس كلما زاد شرفك وكلما زاد مقامك ولهذا نجد بأن الصلحاء كانوا دوما يستبشرون بولادة البنات عندك بنت في الأسرة أو في العائلة عندك مفتاح من مفاتيح الجنة كان أحد الصالحين إما زوجة وإما أخت وإما بنت وحتى وإذا كانت جدة الجدة أيضاً هي لها القيمة الكبرى بين العائلة تزداد قيمتها لدى أولادها وأحفادها والجميع أقاربها الجدة دائماً لها المقام الأرفع لا يكاد يرد لها طلب الجدة لا يسفها لها رأي هذه الجدة لها مقام رفيع فكل النساء حسب موطنها لها المقام وأيضاً في تقسيم التالكة الجدة لها السدس والبنت لها النصف والبنتين وأكثر لهنا الثلثان فدائماً ربنا يعطي للمرأة نصيبها والزوجة لها الربع إن كان له الأولاد أو الثمم إن كان لها أولاد أو الربع إن لم يكن لها أولاد يعني القسمة تبدأ بالنساء لما نقسم التالكة نبدأ بالنساء أولاً نعطيهن الفرائب إما الثمن وإما السدس وإما الربع أو النصف أو التلتان ومتى بقى يكون للدكور فالإسلام كرم المرأة وأعطرها قيمة عالية حتى في الزواج طلب من الرجل هو الذي تقدم لخطبة المرأة وهو الذي يقيم زتافة العرس وهو الذي يقدم الصداق وهو الذي يأتي بالهدايا وفي حالة المعيشة هو الذي ينفق الرجال قوامون على النساء هو الذي القوام هو الذي ينفق وهو الذي يجب عليه أن يدفع والمرأة تبقى دوماً معززة مكرمة منعمة فحقوق النساء وكرمتهن وكل ما يتعلق بهن كثير جداً منزل عظيم وضع الإسلام للنساء عفة وصيانة ومودة ورحمة ورعاية إلى غير ذلك من المعاني الجميلة السامية طبعاً هذا الكلام ليس نظرياً فقط فإذا نظرنا إلى الجانب التطبيقي هو كثير جداً إذا نظرنا إطلال خفيفة جداً على دور المرأة في عصر النبوة سنجد بأن المرأة كان لها حضور قوي لا نقول بأن المرأة اليوم أخذت حقوقها السياسية وحقوقها الاجتماعية وحقوقها كده وكده لا المرأة منذ أول يوم في الإسلام أخذت كل حقوقها بغير نضال لم تناضل ولم تقف في وقفات احتجاجية ولم تشارك في تلك التوراة التي رأيناها في أمريكا وبريطانيا كانت النساء يحمل في اليد اليمنى باقة ورد وفي اليد اليمنى قطعة خبز يطالبن بحقوقهن الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكرمتهم لا نجد في الإسلام في عصر النبوة منذ أول يوم المرأة أخذت كل حقوقها دفعة واحدة وكان لها حضور قوي فأمنا خديجة رضي الله عنها كانت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة تاجرة وكانت امرأة فاعلة أول صوت ارتفع بتأييد الدعوة الإسلامية لم يكن صوت رجل بل كان صوت امرأة هو صوت أمنا خديجة بنت خويلد هي أول من أسلم لما أنزل على سيدنا النبي الوحي أول من أسلم هي امرأة خديجة بنت خويلد ولما بدأ الإسلام في الظهور وصار هناك الصراع بين نظام الكفر ونظام الإيمان وأهل الخير وأهل الشر وبدأ صراع أول دم أوريق في الإسلام لم يكن دم رجل بل كان دم امرأة إنها سمية أم عمار زوجة ياسر أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنهم أجمعين وهكذا إذا رأينا التاريخ سنجد بأن في فضائل الأعمال وفي المكرمات نجد أول من فعل كذا وكذا تكون امرأة فالمرأة في الإسلام دائما عندها روح المبادرة ودائما عندها الكلمة المسموعة ودائما عندها الأياد البيضاء والتاريخ يشهد بأن المرأة في الإسلام شاركت في نصرة الدعوة الإسلامية وأيضا في العصور التي يليها شاركت في بناء الحضارة الإسلامية فالحضارة الإسلامية التي كانت يوما ما هي أم الحضارات وسيدة حضارة العالم كان حضور المرأة فيها قوي شاركت بنصيب وافر والنصيب الآخر هي التي ربت وعلمت الأبناء حتى صاروا علماء وصاروا قاضة وصاروا مفكرين وغير ذلك أحيانا نجد بعض النساء يسمعنا كلام يثير شمئزهم وهو مجرد افتراء حينما يسمعون بأن الإسلام وعد الرجال المسلمين بالجنة ووعدهن بالحور العين ومنع ذلك على النساء حتى لما يتكلم الناس عن الجنة وما أعدها الله فيها من نعيم غالبا القرآن الكريم يقول بأن الرجال أعد الله لهن الحور العين جزاء صبرهم وجزاء عفتهم عفة الرجال والصبر والاجتهاد والجهاد يعطيهم الله الحور العين ما هن الحور العين هم هن مخلوقات جميلات سمينا بالحور العين لأن العين لما ترهن تحير قيل لو وضعت إحداهن قرصة أو ساقها عند قرص الشمس لأخفت وهج الشمس نور يصطع منها بياض أحلى من اللبن وقيل بأنها لو تفلت في أو بسقت في البحر لصار أحلى من العسل تذهب ملوحته وتغلب حلاوة فمها وريقها وهن جميلات حوراء يعني عيونهن جميلات وكلام طويل في الحور العين يقال بأن الإسلام وعد الرجال بهؤلاء الحوريات ومنع النساء وهذا ليس كذلك الله تعالى كما أعطى الرجال الحور العين أعطى للنساء أشياء أخرى جميلة جدا وغاية في الجمال ولكن سترها لأن الله تعالى حيي وربنا يعطي للجميع لم يفرق بين الرجل والمرأة في الجنة فالمرأة في الجنة مكرمة معززة وفي الدنيا أيضا معززة مكرمة وربنا سبحانه وتعالى جعل الشريعة الإسلام المحكمة قد ساوت بين الرجال وبين النساء في الجزاء الأخروي وفي الجزاء الدنيوي قال تعالى مثلا من عمل صالحا من دكر أو أنت لم يفرق ربنا ذكر الدكر ودكر الأنت من عمل صالحا من دكر أو أنت وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ودائما في كل خطاب ربنا يقول ذكرا أو أنت يقول مثلا في آية أخرى ومن عمل صالحا من دكر أو أنت وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب يرزقون فيها بغير حساب دائما ربنا عز وجل يتكلم عن الدكر والأنت وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم لاحظوا اهتمام الإسلام بالمرأة وبالرجل أنه لا يبقي فقط على الحياة الدنيوية وإنما يمتد بنا إلى الدار الأخروية في حين أن الذين ينادون بحقوق المرأة غالبا ما يركزون على الحياة الدنيا الصغيرة الفعنية ويغفلون عن الحياة الأخروية وما أعده الله تعالى من نعيم لعباده المؤمنين وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها ومساكن طيبة ليس هناك أزمة سكن هناك مساكن طيبة المؤمنة يعطيها الله تعالى سبعين قصر في كل قصر سبعون جناح في كل جناح سبعون غرفة في كل غرفة سبعون من الخدم والحشم ويعطيها الله الدهب واللؤلؤ والمرجان ويعطيها الملابس من استبرق تبرق ويعطيها الزبرجد ويعطيها الوصفات التي يقمن على خدمتها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر الله أكبر نعيم رضاء الرحمن يقول الله تعالى أيها المؤمنات قد رضيت عنكم رضيت عنكم لأنكم كنتن في الدنيا صالحات تائبات تيبات وأبقارا كلكم كنتن صالحات ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ربنا عز وجل خص هذا الدين الإسلامي على بقية كل التشريعات وكل الأنظمة أن جعل الحرص والتأكيد على التسوية بين المرأة والرجل في كل شيء في كل شيء حتى في مجال العبادات العبادات ربنا قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات هكذا يذكر الله جل على كل هذه الصفات دائما بالذكورة والأنوطة إلى أن يقول أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة للتأكيد على أن الله تعالى يخاطب الرجال والنساء معا ويكرموا الاثنين معا هذا الكلام الجميل لماذا لا نراه اليوم في بعض أوضاعنا لماذا نرى الواقعنا الآن فيه الكثير من الخصام والنزاع والكثير من مظاهر البؤس ما السبب؟ السبب أيها الأحباب الكرام ليس في الإسلام الإسلام بالعكس هو بريء بل هو النور وهو البلسم وهو القائد المشكلة وأن عادات الجاهلية رجعت إلى الناس هذا هو المشكل العادات الجاهلية التي كانت قبل الإسلام والتي كان فيها التمييز ضد المرأة رجعت من جديد في عصر الأنوار وفي العصر الحديث وفي الوقت الراجم كل المشاكل المرتبطة بالمرأة التي تشكو أنها عندها تمييز وتعاني من العنف وتعاني من السب وتعاني من التفقير وتعاني من أزمة الصحة وأزمة التعليم والمرأة القروية والمرأة في المدينة والمرأة في جميع أوضاعها السبب هو أن عادات وقيم الجاهلية رجعت إلى دنيانا من جديد فنرى الكثير من الناس يبغضون البنات ويبغضون النساء ويسيئون إليهن سواء من الناحية المادية فلا يصرفن عليهن ولا يلبين طلبتهم وأيضا من الناحية المادية هناك تهميش وإقصاء ومن الناحية المعنوية ليس هناك اهتمام بل هناك احتقار وظلم وكل هذا عودة للعادات الجاهلية نلاحظ في عصرنا هذا أمتلة أمتلة تردد بين الناس والإسلام بريئا منها من من يقول مثلا المرأة شر كلها وشر ما فيها أنه لا بد منها هذا كلام خاطئ ومستحيل أن يخلق الله تعالى شرا كاملا ثم يكون هذا الشر لا بد منه بالعكس المرأة رحمة كلها وأجمل ما فيها أنه لا بد منها ربنا ركب في الرجل والمرأة جاذبية متبادلة فلا بد منها ولا بد منه وكلهما خير لأنهم يكونان الأسرة وينجبان الأولاد وتكبر العائلة ويكبر المجتمع وتكبر الأمة كلام الذي يجول بين الناس وهو من عدد الجاهلية كثير جدا نسمع بعضهم يقول للمرأة خرجتان خرجت من بيت أبيها إلى بيت زوجها وخرجت من بيت زوجها إلى قبرها هذا تعصف في استعمال الحق وهذا من عادات الجاهلية أن المرأة ليس لها إلا خرجتان تخرج مرة واحدة من بيت أبيها إلى زوجها عند الزفاف وتتمكت هناك ثم بعد ذلك لما تخرج المرة الثانية لما تموت تحمل على نعجها إلى قبرها وهذا كل غريب نحن في الدين الإسلامي المرأة كانت مشاركة في التجارة ومشاركة في الأسواق ومشاركة في المنتديات وأمنا هائشة كانت معلمة كان يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء عن أمنا هائشة كانت تعقد مجالس للعلم ويأتيها الرجال من كل حدب وصوب وكانت تنشر العلم نصف الدين كان عند أمنا هائشة لأنها كانت مع سيدنا النبي في بيت النبوة وتعرف التفاصيل الدقيقة بل المناضلات في عصر النبوة كثر حتى القرآن العظيم خلد ذكرى المرأة التي سمها المجادلة في سورة المجادلة قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير المرأة المناضلة التي تريد أن ترفع عن نفسها الظلم المرأة كانت حاضرة بقوة جدا أما هذه العادات هي التي تنتشر بيننا وتسيء لسمعة المرأة وتقيد من حريتها هي من عادات الجاهلية التي جاءت من جديد المشكلة أيها الأحبة الكرام هو أن كما أن هناك فئات يضيقون على المرأة هناك فئات آخة أخرى هي تفتح الأبواب كلها للمرأة وقد توقعها في الضرر فلما نسمع بالحرية الفردية وحرية العواطف وحرية كذا وكذا من غير قيود قد ربما نصل إلى التفريط وذا التفريط قد يضر بالمرأة المرأة ضاعت حقوقها بين الإفراط والتفريط والطريق السليم للمرأة هو الطريق الوسطية وطريق الاعتدال الذي ركزه الإسلام في كتاب العزيز وفي السنة المطهرة وجعل بأن المرأة هي نصف المجتمع نعم المرأة صحيح من الناحية العددية هي نصف المجتمع ولكن في الحقيقة الإسلام يعتبرها أكثر من النصف لأنها تؤثر في النصف الآخر تؤثر في زوجها إيجابا أو سلبا وتؤثر في أبنائها وتؤثر في المجتمع بكامله هذا باختصار أيها الأحبة الكرام عبارة عن إشارات خفيفة حول تكريم الإسلام للمرأة ونسأل الله تعالى أن يديم المودة والرحمة بين النساء والرجال وما بين كل عباد الله المؤمنين ونهنئ كل النساء باليوم العالمي الذي يخلده المنتظم الدولي في التام المنمارس اليوم العالمي للمرأة نسأل الله تعالى أن يحفظ كل بناتنا ونسائنا وزوجاتنا وأمهاتنا وحفيداتنا وجدتنا وجميع النساء نسأل الله تعالى أن يديم عليهم العز ويديم عليهم الجمال ويديم لهم الشباب ويديم لهم الصحة ويديم لهم الاحترام والتقدير وكل عام وأنتنا بألف خير أيها الأحبة الكرام اللحظة نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم أرقامنا كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود لنواصل فابقوا معنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله